سرطانات النسائية من خطر على الصحة العمومية ولأن سرطان عنق الرحمة يحتل المرتبة الرابعة بين السرطانات العالمياً شاءت هذه الورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للقضاء على سرطان عنق الرحمة في موريتانيا بحلول عام 2030 تعتبر سرطانات عنق الرحمة ذهاني أسباب وهيات السرطانات النسائية حيث تصل نسبة الوفايات بسببه إلى 68% في بلدان النابية مقابل 30% في بلدان المتقدمة إلا أنه تضحى بفضل البحوث العلمية أنه يمكن القضاء على سرطانات عنق الرحم عبر استراتيجية تعتمد على الترقيح والكشف المبكر والتكفل بالحالات البداية وهو ما عكفت وزارة الصحة على تنفيذها عبر استراتيجية تم إعدادها بدعم من المنظمة الصحة العالمية والصندوق المتحدة للسكان والتي ستتم المصادقة عليه في هذه الورشة بإذن الله عرفت السرطانات النسائية ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مما استدعى تكثيف الجهود للتصدي لهذا المرض وتبني استراتيجية وطنية للقضاء عليه يشكل سرطان عنق الرحم حوالي 10% من هذه الحالات ويصيب حوالي 117 ألف امرأة ومن المهم الإشارة إلى أن إفريقيا لديها أعلى معدل وفيات بسبب سرطان السدي حيث تم تسجيل حوالي 85 ألف حالة وفاة بين الإناذ في عام 2020 وفقاً لمنومة الصحة العالمية وعلاوة على ذلك من المذير للقلق أن نلاحظ أن نصف النساء لا يتوفين بسبب هذا المرض في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقل أعمارهن عن 50 عاماً اعتبر أكتوبر الشهر الوردية والمناسبة التي تتجدد كل عام للحث والتحسيس بضرورة التوجه إلى المراكز الصحية لإجراء التحاليل والفحوص المبكرة للقضاء على سرطان عنق الرحمة